ما حكم رفع اليدين بعد الأذان للدعاء الدعاء بشكل عام رفع اليدين فيه مستحب وهذا بالإجمع ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يطيل السفر يرفع يديه إلى السماء أشعة أكبر اللهم يا رب يا رب فرفع اليدين في الدعاء مستحب وقد جاء في الحديث إذا سألتم الله فاسأله ببطون أكفكم ولا تسأله بظهورها فرفع اليدين مستحب في الدعاء سواء بعد الأذان قبل الأذان في أي وقت ما عدا في الصلاة واحد يدعو هو ساجد مثلا يدعو بين السجدتين يدعو في القيام بعد الركوع هذه كلها ما فيها رفع يدين لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما رفع يديه في هذه الألمات واختلف أهل العلم في خطة الجمعة هل له أن يرفع يديه والإمام يخطب أو ليس له ذلك والأكثر أنه ليس له ذلك لنهي بعض الصحابة عن ذلك وبعضهم قال حتى في خطة الجمعة يرفع يديه ما فيه بس فالأصل رفع اليدين في الدعاء إلا ما ثبت أنه ليس فيه رفع يديه كالصلاة مثلا ترجمة نانسي قنقر